مجلس النواب والهدف إلى تعزيز جهود المملكة في حماية البيئة والحياة الفطرية وحماية الحيوانات الفطرية المهاجرة وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر ثم انتقل المجلس إلى مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة 143 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن أن يسقط السؤال البرلماني بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدم السؤال خلاله وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة الموقرة تقرير لجهة المرافق العام والبيئة اليوم بخصوص مشروع بقانون الموافقة على انضمان مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية والمرافق للمرسوم رقم 51 لسنة 2020 تم طبعا اليوم الموافقة على هذه الاتفاقية وصوت عليها المجلس الأغلبية ورفعت إلى مجلس الشورى يستهدف المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية المحررة في مدينة بيرن مشروع هذه الاتفاقية اليوم لما أقررت طبعا استشراف للمستقبل من ضمن القوانين المهمة أو المقترحات التي اليوم ناقشها بجلس النواب مقترح تقدم مجوعة من النواب بخصوص تعديل اللائحة الداخلية بقانون رقم 54 لسنة 2002 والخاصة بالداد في المادة الخاصة بالأسئلة وهي المادة 143 والتي تنص على أن يسقط السؤال بزوال صفة مقدمة أو المقدمة إليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر